الدولار يتراجع إلى 48 جنيها ويفقد أكثر من 45 كرش خلال الساعات الماضية وارتفاع الاحتياط النقدي في البنك المركزي المصري أما عن الذهب فالجنيه الذهب هبط بمقدار 400 جنيه وبعد قفزة جنونية حدثت خلال مطلع هذا الأسبوع عاد الذهب للتراجع من جديد ماذا يحدث في سوق الصاغة وهل الوقت مناسب لشراء الذهب أم لبيع الذهب وما حقيقة تعودت مبادرة زيرو جمارك للذهب كل هذه الأسئلة سنجيب عليها ونوضحها من خلال تغطيتنا الآن صباح الخير أهلا وسهلا بكل مشاهدينا شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا وذلك وفقا لآخر تحديث في سوق الصاغة بعد زيادة على مدار الأيام الماضية مدعومة بهبوط سعر الدولار وتراجع أيضا سعر الأوقية عالميا وسجلت أعلى سعر يوم أمس الخميس الموافق 18 من شهر يوليو وهو 2481 دولار للأوقية الواحدة كذلك شهد السوق المحلي تذبذبا واضحا وبالنسبة لأسعار الذهب اليوم فسجل سعر عيار 24 أغلق الأعيرة الذهبية 3949 جنيه للشراء فيما سجل سعر عيار 21 في مصر الآن بمحلات الصاغة 3445 جنيه كأقل سعر بعد 3485 جنيه للشراء يضاف عليه سعر المصنعية والتي تصل من 200 إلى 250 جنيه ويظل متراجعا بفارق كبير عن أعلى قمة وصلها في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيها بدون مصنعية وذلك على خلفية تصحيح سعر الدولار وتوحيد سعر الصرب وكذلك القضاء على السوق السوداء استكمالا الأسعار الذهب وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم وبعد هبوط إلى أقل من 3000 جنيه للبيع وذلك بعد أن تخطى هذا المبلغ للشراء ويظل متراجعا بفارق كبير عن أعلى سعر سجله بنهاية أيضا يناير الماضي والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون مصنعية كذلك سجل اليوم سعر جرام 14 2303 جنيه للشراء وتراجع أيضا اليوم الجنيه الذهب ليبدأ من نحو 27640 جنيه وذلك بعد 28 ألف جنيه خلال الساعات الماضية بفارق نحو 400 جنيه فيما سجل 30 و 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر له وذلك في نهاية شهر يناير الماضي أيضا في وقت صابق أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن السعر العالمي للذهب بلغ 2470 دولار للأوقية ومحليا عيار 21 سجل 3480 جنيه وذلك للجرام الواحد مما تسبب في ارتفاع الأسعار كما أكد أن زيادة الطلب على شراء الذهب سببا رئيسيا وأساسي في ارتفاع أسعار بشكل كبير وتابع رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية وقال أننا نحتاج عودة مبادرة إحفاء الذهب من الجمارة وذلك لزيادة المعروض منه والتأثير في أسعاره ومن الذهب دعونا ننتقل إلى متابعة آخر مستجدات الدولار حيث سيطر التراجع على معظم أسعار العملات وذلك بختام تعاملات هذا الأسبوع وانخفض سعر الدولار بقيمة 33 قرشا لمسجلا 48.95 جنيه مقارنة بتعاملات يوم الأحد الماضي مستهل لتعاملات هذا الأسبوع وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 48.83 جنيه للشراء و48.97 جنيه للبيع فيما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم إلى 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع أما سعر الورقة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي فوصلت إلى 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع في سياق آخر ارتفع أيضا الاحتياطي النقدي لمصر وذلك في نهاية يوليو الماضي بمقدار 105 مليون دولار على الأقل على أساس شهري كما أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي عن وصول إجمالي الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية شهر يوليو الماضي إلى 46.5 مليار دولار وذلك بعد أن كان 46.37 مليار دولار في يونيو السابق له ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من عوائد كنات السويس وحصيلات الصادرات المصرية وكذلك يتكون من الاحتياطيات الذهبية وأرصدت العملات الأجنبية المودعة لدى البنك المركزي المصري أيضا مشاهدين دعونا نختتم تغطية الاقتصادية بأسعار العملات العربية والأجنبية مقابل البنائها المصري وفقا لآخب تحديث لها في البنوك ونبدأ بسعر اليورو مقابل الجنيه وسجل 53.79 للشراء و53.90 للبيع أما الجنيه الاسترليني فوصل إلى 62.83 جنيه للشراء 62.96 جنيه للبيع وسجل الدينار الكويتي نحو 160 جنيه منخفضا عن 161 جنيه سعر في يوم الأحد الماضي وذلك منخفض 93 جنيه كذلك انخفض أيضا ريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصرية اليوم بقيمة 8 أروش وسجل سعر الشراء للريال السعودي 13 جنيه أما سعر البيع فهو 13.4 جنيه مشاهدينا وصلنا معكم لختام تغطيتنا الاقتصادية وقدمنا لكم آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار وفقا لآخر التحديثات وانتهت تغطيتنا الاقتصادية ولكننا مستمرين معكم على مدار اليوم في متابعة كل جديد شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء